السلام عليكم مرحبا جميع مرحبا بكم في فيديو جديد تتم الموضوع معكم خالد الهارم وكيل العقاري بمدينة الضربضة تتم الكتاب دليل خاص بالوكيل العقاري وقفنا فرقم جوج الوكيل العقاري بصفته سمصار علج المشرع السمصارة ضمن العقود التجارية وخصص لها المواد من 405 إلى 421 من مدونة تجارة التي تناولت ما يلي تعريف السمصارة تحديد التزاماته ومسؤولية السمصار تحديد حقوق السمصار جوج واحد تعريف السمصارة كحرفة أساسية للوكيل العقاري السمصارة هي عقد يقلف بموجه السمصار أي الوكيل العقاري من طرف شخص بالبحث عن شخص آخر لربط علاقة بينهما قصد إبرامي عقد العقود التي يتم إبرامها بواسطة الوكيل العقاري تتعلق بصفة عامة ببيع الأملاك العقارية أو إيجارها جوج على جوج الالتزامات ومسؤولية الوكيل العقاري بصفته سمصار جوج جوج واحد الوكيل العقاري ملزم بإرشاد الزبناء يلتزم الوكيل العقاري بأن بأن يوجه النصح والإرشاد بحسن النية للأطراف المقبلة على التعاقد وأن يقدم شروحات كافية التي تمكن هؤلاء من معرفة حقيقة وقيمة الخدمات المقدمة لهم وتنص المادة 400 أستاء من مدونة التجارة في هذا الباب على أن الصمصار ولو لم يكن مكلفا إلا من طرف واحد يعد ملزما نحو الطرفين بأن يقدم الخدمات بصدق ودقة وحسنانية وأن يخبرهما بجميع الظروف المتعلقة بالخدمة بصفة عامة يعد الوكيل العقاري مسؤولا عن المعلومات التي يبلغها أو يقدمها ويجب عليه أن يكون قادرا على التحقق من صحة هذه المعلومات وأن يلتزم بذلك طوال مراحل إنجاز المعاملة التي توسط فيها أهم جدا يجب أن تتسم علاقة الوكيل العقاري بزبانائه بالصدق والأمانة فهو ملزم برعاية مصالحه والدفاع عنها كما أنه ملزم بالتعامل بطريقة عادلة مع جميع الأطراف في القضايا التي يباشرها جوج 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 الوكيل العقاري ملزمون بإخبار الأطراف في حال تواجد مصلحة شخصية له في المعاملة العقارية إذا كانت للصمصار مصلحة شخصية في المعاملة العقارية التي يتوسط فيها وجب عليه أن يخبر بذلك الأطراف وإلا كان مسؤولا ووجب عليه دفع التعويض كما يحدث لهم من ضرار كما يتعين عليه تنفيذ التزاماته بالتضامن مع زبونه أهام يجب على الوكيل العقاري المتدخل لحساب أحد الطرفين والذي تكون له علاقة شخصية مع الطرف الآخر أو يعمل لحسابه أو يصرح بذلك كما يلزم بذلك إذا كان قد تأسلم التعويضات أو منحة من مهني أو مؤسسة عمل لصاحبها لحسابها جوج ثلاثة شكرا لكم دوز الفيديو لأخوه إن شاء الله بحوله مرحبا بكم معكم خالد العليم شكرا ترجمة نانسي قنقر